كنا نتابعنا الفيديوهات الانتشرت مبارح بشكل كبير جداً على فيسبوك وتويتر للاحتفال الأسطوري لفريق ليفر بول في أوتوبيس مكشوف واحتفال كمان الجمهور بنجمنا محمد صلاح كانوا رفعين صورته وبيغنوا مو صلاح جيب شانكينج هي دي قيمة محمد صلاح الحقيقية اللي تحول إلى أسطورة وحبيب للملايين قدر أنه يصنع إنجاز مهم جداً ويكتب تاريخ كبير في الدوري الإنجليزي وفي الكرة الأوروبية وكمان الكرة العالمية جمعاً طبعاً يا شهر زيحان اللي يشوف الفيديوهات دي مبارح يعني لازم إن هو يحس بالفخر يعني إن كان مصري أو عربي طبيعي إن هو يحس إنه فيه نموذج زي محمد صلاح قدر إن هو يوضح صورة أو يبقى نموذج إن كان للمصريين أو العرب بره واحد شاب مصري بسيط من أسرة مصرية بسيطة طالع من وسطنا بينافس دلوقتي على أهم ألقاب وبطولات في العالم بينافس على أفضل لعب في العالم وبياخد الحداء الدهبي أو الجولدين بوتس تلات مرات كمان جايزة الأكثر صنع على الأهداف برصيد 13 هدف لسه كمان مبارح يعني ما شاء الله طبعاً ويقوله ألف مبروك حصل على جايزة أفضل هدف الدوري الإنجليزي من أهم الدوريات اللي سجلوا داخل شباك منشاست سيتي بلقاء الذهاب في الدوري الإنجليزي كله تأكيد هنقدر نقول إن صلاح قدر أن يحقق إنجاز عمرنا ما كنا نحلم به أو نتخيل إنه يجي يوم من الأيام نشوف مصري بيحقق هذا الإنجاز وبينافس عليه طبعاً إحنا عندنا لعيبة مصريين كتير جداً احترفوا وأجيال قديمة احترفت لكن ما فيش حد من اللعيبة المصريين طول السنين اللي فاتت دي كلها قدروا أن يحقق اللي حققه محمد صلاح محمد صلاح رفع سقف طموحنا خلاص وخلاه ملوش حدود وبقى قدوة الحقيقة لكل اللعبين وكل الرياضيين في كل المجالات وكل الشباب كمان في مصر وبالإضافة لده كمان بالنسبة للأطفال صلاح قدوة مهمة جداً ومثل فعلاً يحتز بي يا جمع صحيح طبعاً يا شباب زيحية أنه قصة نجاح محمد صلاح يعني بتنور لنا كده نقط كتير أولها أنه صحيح أنه سهل أنه أنت ممكن تنجح أو ممكن تنجح أو ممكن توصل للنجاح لكن الاستمرارية في النجاح ده أصعب كتير جداً من أن أنت توصل لهدف معين دي حاجة تاني حاجة قصة نجاح صلاح بتوضح أهمية الالتزام وأن أنت تكون حاطة هدف لنفسك وخطة ماشي عليها وعايز توصل لها تالت حاجة دعم الأسرة لما تكون أسرة مصدقة في موهبة الطفل اللي عندها وبتشجع ومش لازم أنه يطلع دكتور ومش لازم أنه يطلع مهندس ومش لازم خلص كليات قمة ولكن هو متميز في حاجة في رياضة معينة فضلوا وراه وبيدعموه بكل أدواتهم عشان يقدر يوصل للي وصله زي ما قلت كمان أن صلاح قدر أنه فعلاً يخلي شعاب كتير قوي قوي تتنسك بالأمل وتشوف أنه مفيش حاجة مستحيلة وأن اللي يشتغل اللي يشتغل مش اللي يحلم ويحط أهدافه ويبقى حتى مش عارف إيه اللي يشتغل علي عشان يقدر يوصل لهدفه وإلي يشتغل ويتعب ويحط هدف وعنده حلم لنفسه هيقدر يحققه بالتعب مش مجرد أنه هو يحط هدف عشان كده ما اعتقدش أنه صلاح ينفع نقوله هايد لك على متش أول مبارح طبعاً ليفر بول وريال مادريد صلاح يستحق فعلاً التحية يستحق أنه نقوله برافو يستحق أنه ندعمه يستحق أنه نقوله شكراً وإحنا فخورين بيك وإحنا معاك وفي ظهرك يعني ده غير بقى كمان نقطة مهمة جداً جداً يا شازلي وإنه فاكر كان فيه كامبين كان فيه حملة صلاح مشارك فيها ضد الإدمان صلاح فعلاً صحيح صلاح فعلاً قدر يغير حياة شباب كتير جداً جداً ويمكن إحنا شفنا بعض التعليقات من شباب بالفعل حياتهم اتغيرت بسبب محمد صلاح ليه محمد صلاح مرة تانية إنه محمد صلاح شاب زينا كلنا مش هنقول بقى أنه كل حاجة كانت متسخر له الشاب كان ظروفه مش أسهل حاجة وقدر يوصل للي هو عايزه وقدر أنه يكون نموذك فعلاً نفرح ونتبسد به على أي حال نصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً صباح الخير يا مصر